ترجمة نانسي قنقر وأنه ليس بدين في قلب الإنسان ولا هو دين عند الله عز وجل وعند المعظمين لهذا الدين هذه في المآيش في المآكل في المشارب في المطاعم لا يفعل إلا ما يقتنع إذا كان الإنسان في طاعته لوالده يفعل الشيء الكثير حتى يطيع والده ولا يجعل لقناعاته الشخصية مجال لا يقول الله اذهب لكذا وكذا ليس عنده معارض شرعي ولا معارض ضروري ولا معارض واقعي قال الله أنا لا أذهب يا أبي حتى أقتنع من كلامك سيجمع الناس على أنه عاق وعلى أنه مستحق للذن ولا يشك الناس بهذا وكذلك أيضا من قال أنا لا أعتمر بأمر الله عز وجل في الحجاب حتى أقتنع هذا من أعظم للحقيقة الطغيان النفس وتمردها وجموحها عن طاعة الله عز وجل والإعذان اللي أعمل فقدم التسليم الحقيقة لا تستقر إلا على أرض قدم الإسلام لا تستقر إلا على قدم التسليم أن يسلم الأمر لله عز وجل وهذه مع الأسف الشديد شيء صار يسمع الآن مع الأسف مع انتشار هذا المصطلح المذموم المعنى المذموم لمصطلحات الحرية بدأت ترد مثل هذه الطروحات السيئة لقضية القناعات وقناعة الإنسان هذا كله الحقيقة مما تقيأته الحظيرة الغربية من خلال إعلامها على أبنائنا المسلمين لا بد للإنسان اللي يأتمر نعم إذا كانت قضية اجتهادية بحتة في مساعدة اجتهادية والإنسان أهل للنظر وأهل الاجتهاد منح بذلك هذه مسألة أخرى أما المسألة القطعية مثل أصل الحجاب على سبيل المثال فإنه لا خيارا للإنسان لا يختار الإنسان بهذا والله عز وجل ما كان لهم الخيارة وهي تقول لأني لي الخيارة لي الخيار حتى أقتنع والله عز وجل ما كان لهم الخيارة إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا فليس لهم خيار إلا هذا فلذلك يجب على الإنسان أن يحذر من هذا وأن يحذر تلك النسوة من مثل هذه المسال إذا كان القضية هي ما بين أب وبناته يعني توجيهكم له في قضية التعامل هل هو يفرضه فرض عليهم الآن أم كيف يكونوا نعم اختلف الوضع الآن إذا قلنا يعني ماذا نوجه الأب هذه مسألة أخرى وهذه لفتة جيدة منك وهي أن يقال نعم تلطف معهم الوضع العام ووضع المجتمع وانفتاح العالم إمكانية الحقيقة وجود مفاسد من تمرد الإبن وتمرد البنت على تعليمات الله عز وجل على تعليمات البيت وعلى أوامر الله عز وجل تستوجب الحقيقة الكثير من التلطف للإقناع هذا باب آخر ولا نخلط الحق بين البابين جميل فرق واحد يسألني يقول أنا لا أفعل حتى أقتنع نقول عليك التسليم وأن يقول العب مثلا هل أقوم بهجرهن بزجرهن بضربهن هل أقوم بالمقاطعة هل أشنع بهن على سبيل المثال هل أطردهن من بيتي لا سيما إذا كان ذكر كل هذا نقول هذه الصرفات على الأقل في الوقت الحاضر تصرفات خاطئة والهجر والمقاطعة والزجر لا ينفع في الوقت الحاضر الحقيقة مع وجود أنواع من الفتن صحيح تنفتح الأبناء في هذا الجانب فنؤكد على هذا المعنى أن يبدأ بالإنكار بالقلب وهو مهم بعض الناس يقول إنكار بالقلب سهل لا الإنكار بالقلب فيه إذعان وفيه توجيه القصد وإحسان النية بعض الناس مثلا يغضب لأن المجتمع يقول والله بناتك متبرجات مثلا فالنية فاسدة صحيح وإذا راد لابنتها أن تستقيم ما رأت فيه الحقيقة هذا الدفق والحرارة الإيمانية التي تستوجب الإذعان أحيانا فقضية الإنكار بالقلب وتوجيه النية وتصحيح القصد هذا مهم جدا الأمر الثاني بالوسائل الحقيقة الطيبة بحسن العلاقة بالقيام بالواجبات القيام بالواجبات وإعطاء الحقوق هذا لها أثر بعض الناس يهمل العطاء العاطفي لبناته وأولاده العطاء العاطفي والنفسي والمالي والاجتماعي منقطع عنهم بالكلية بوظيفته أو بتجارته ثم يأتي بعد ذلك يريد أن يحقن المعلومة حقنا هذا من الأخطاء الشاعب الحق وعليهم أن الإنسان يحذر من هذا وأن يسعى بالطرق الشرعية والتأسيس الصحيح لتوجيه أولاده وبناتنا أشرت نقطة مهمة فضل الشيخ وهي أن بعض الناس يعني يهمل غرس هذه الجوانب في أبنائه منذ الصغر حتى إذا وصلوا إلى مرحلة يعني تظهر هذا المنكر أمام الناس نعم وبدأ عامل إحراج أمام الناس مثلا في تبرج البنات أو في تصرفات الولد في لبسه مثلا وهيئة شعرها وغير ذلك بدأ الآن يريد أن يفرض عليهم قضية مثل ما ذكرت فرضا كان مفروض من بدايته أن يغرس هذه الجوانب في الموسم لأنهم ما قالوا هذا الكلام في هذا السن إلا وهم من الصغر تراكم نعم هذا صحيح هذا ينتبه يعني يقول في السبع سنوات الأولى هو في طوع الأم الطفل سبع سنوات إلى خمسة عشر واربع طعش هو في طوع الأب من خمسة عشر فما صاعدا فهو في طوع المجتمع يتأثر بالمجتمع والمحيط والصديق والقريب أكثر مما يتأثر بك أيها الأب ولهذا نقول يعني تربية في الوضع الأول سيعينك على ربطه بالمجتمع ربطه بأبناء عمه بأبناء خاله بأقاربه بالأصدقاء الصالحين فهنا يكون السلطان للمجتمع أقوى من سلطان الأب في الحقيقة في هذا نعم شكرا